لن يضروكم إلا أذى ما يتغلبون عليكم في المجادلة ما يتغلبون عليكم في الحجج ما يتغلبون عليكم في الحروب ما معهم إلا البربرة ما معهم إلا الكلام ونشر الفتح هذا الذي يعملون لن يضروكم إلا أذى لا تلقوا بالا إلى أذيتهم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون لا تجد اليهود ما قد انتصروا أبداً في غزوة ولا يقدروا يقابل المسلمين بقتال ما يقدروا قاتلوا المسلمين اليهود في التاريخ شبعة ركبان اليهود والمسلمين في شبعة ركبان اليهود والمسلمين قاتلوهم فهن قاتلوا فالفلسطين الإنجليز لكن ما في قتال ما في معركة ما فيش معركة مواجهة مباشرة ما يقدروا هم عارفين أي قتال ينهزموا أي قتال ومواجهة ينهزموا فيها من أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما قدروا يقاتلوا ويصلحوا فتن بني قريضة من يقل نقع من النظير جماعة خيبر ما يقدروا يقاتلوا يواجفوا يعرفوا النتيجة محسومة النتيجة محسومة هم يفهموا حتى هذا الكلام أن هذه النتيجة منتهية ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وبعضهم يقول هذا إذا كنا نحن على الشرط أن هذا تبع لما سبق كنتم خير أمتي أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إذا كنتم هكذا وكن على هذا الوصف فإن هؤلاء لا يقدرون عليكم أبدا ما معهم إلا يكفرون يفسقون ويصلحون حيل كما قال الله لن يضروكم إلا أذى ولو جمعوا قواهم ما قدامهم إلا الهزيمة لكن إذا اجتمعتم إذا كنتم أنتم أمة ما أنتم شراذب وتجردمين تفرقين متحاربين كفر بعضكم بعض يسم بعضكم بعض تتركون مهمة الأمر بالمعروف أنها عن المنكر وتعرضون عنها هكذا إذا إذا الإنساء إذا تركنا نحن هذه المهمة والعياذ بالله تعالى حصل ما حصل ويحصل الوجه من وجوه هذا الضغور هذا التغلب أسأل الله السلام وتعالى العافية